السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف الرابع في مادة التربية الفنية عنوان درسنا البالون التحديد بالأسود في الفصل الدراسي الأول قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى مع بعضنا إرشادات التعليم عن بعد أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأيضا أحضر أغراضي التي أحتاجها لدرسي في مادة التربية الفنية أحتاج إلى الكراسة، أقلامي الرصاص، ألواني، مساحتي وبرايتي أحضر جميع أغراضي وأنصت وأستمع لمن؟ أحسنتم لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ حتى أفهم الدرس وأستوعبه جيدا وأتابع الدرس حتى ينتهي حتى أفهمه جيدا أيضا لدينا إرشادات ولكن في مادة التربية الفنية ما هي؟ أولا أتجنب استخدام الأدوات الحادة كالمقص، الدبابيس، والمشرط ماذا لو احتجت أن أستخدمها؟ رائع، ألجأ للكبار لمساعدتي في ذلك وماذا أيضا؟ أحافظ على النظافة قد أستخدم الألوان وقد أقص قصصات من الورق كيف إذن أحافظ على النظافة؟ إذا اتسخت يداي بالألوان أغسلها جيدا بالماء والصابون لتكون نظيفة وماذا أيضا؟ أحافظ على نظافة ملابسي فلا ألطخها بالألوان كذلك أحافظ على نظافة المكان الذي أعمل به إذن أين أضع النفايات؟ وأين أضع قصصات الورق؟ أضعها في سلة المهملات أبقي طاولة نظيفة والمكان الذي أرسم به أبقيه نظيفا لدينا في درسنا البالون التحديد بالأسود لدينا هدف نعام وهو أن يعرف الطالب والطالبة كيفية رسم البالون ماذا عن الأهداف الخاصة؟ أولا أن يمارس الطالب والطالبة تقنيات جديدة التحديد بالأسود ثانيا أن ينوع الطالب والطالبة في استخدام الأنماط الزخرفية وثالثا أن يلون الطالب والطالبة بإتقان هيا نرى درسنا سوف نراجح ما أخذناه في الدرس الماضي البالون ما هو البالون؟ ماذا نعني بالبالون؟ صنع الإنسان البالون وهو يحتوي على بالون كبير ينفخه بواسطة أجهزة خاصة مربوط بأسفله سلة يجلس الإنسان في هذه السلة ويرتفع البالون المنطاد به عاليا إلى السماء إذن صنع الإنسان هذا البالون هذا هو البالون مربوط بأسفله سلة لماذا؟ حتى يجلس الإنسان داخل هذه السلة فيرتفع به البالون عاليا تعرفنا إذن على البالون هيا نرى أين البالون الذي نقصده في درسنا المنطاد؟ هل هو الصورة الأولى؟ البالون بالون الأطفال الذي يلعبون به وننفخه ونلعب به؟ أم البالون المنطاد الكبير الذي ينفخه الإنسان بأجهزة خاصة مربوط بأسفله سلة ما هو البالون الذي نقصده في درسنا لهذا اليوم؟ أحسنتم هذا هو البالون الذي نقصده في درسنا لهذا اليوم والذي سوف نقوم برسمه أيضا تناولنا في الدروس الماضية رسم البالون وزخرفة البالون وتحديده بالأسود هيا نتذكر ماذا أخذنا في درسنا الماضية رسمنا البالون بثلاثة طرق كما ترون عزاء الطلاب والطالبات في الصورة الأولى رسمناه بواسطة قلمنا الرصاص دون أن نستخدم أي أداة مساعدة دائرة وزخرفناه بيدنا بواسطة أقلامنا الرصاص كما ترون في الصورة الثانية رسمنا البالون بواسطة 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 ماذا أداة هندسية الفرجار رسمنا الدائرة بواسطة الفرجار وقلنا من يساعدنا في رسم البالون بواسطة الفرجار قلنا يساعدنا الكبار في ذلك وزخرفناه بواسطة الاستنسل كما ترون رسمنا فراشات جميلة بواسطة الاستنسل أما في الصورة الأخيرة رسمنا بالون أيضا ولكن ساعدتنا الأدوات الموجودة في المنزل كالأكواب الدائرية كالأطباق الدائرية أيضا قلنا إذا كان لدينا ألعاب دائرية نستطيع أن نرسم دائرة البالون بها بماذا زخرفناها؟ ساعدنا الكاربون قمنا بطباعة الرسمة بواسطة الكاربون كما ترون ثبتنا الكاربون بين الورقة وأخذنا ورقة مطبوعة مرسوم عليها زخارف وثبتناها بالأعلى وبواسطة قلمنا الرصاص قمنا بالضغط على الزخرفة التي نريد طباعتها بعد ذلك أزلنا الورقة وأزلنا الكاربون فعلى ماذا حصلنا؟ حصلنا على زخرفة جميلة هذا ما أخذناه في الدروس الماضية أيضا أخذنا التحديد بالأسود وقلنا نحدد بالأقلام السوداء التي لدينا هنا حددنا بماذا؟ أتذكرون أعزائي الطلاب والطالبات بالقلم الأسود الفلوماستر وهنا حددنا بماذا؟ بقلم الكتاب الأسود وفي الأخير حددنا بماذا؟ حددنا بالألوان الخشبية بالألوان كما ترون في هذا البالون حددنا بالألوان قلم الأسود الألوان الخشبية كما ترون نستطيع استخدام أي نوع ألوان ولكن يجب أن يكون أسود فلوماستر خشبية أم شمعية نستطيع ذلك هيا نكمل درسنا ماذا سنأخذ اليوم؟ درسنا اليوم تلوين البالون ولكن بماذا؟ بالألوان الخشبية سوف نقوم بتلوين البالون بواسطة ألواننا الخشبية هيا نلون هذا بالون المحدد بالأسود أغراضي دائما بجواري وهذه ألواني الخشبية أضعها بجواري حتى أستطيع أن ألون سوف نلون البالون بهذه الطريقة كما ترون هيا نبدأ سوف أختار لون في الأعلى سأختار اللون ما هذا اللون؟ رائع إنه اللون البرتقالي أبدأ بالتلوين تلوين البالون من الأعلى ماذا ألون؟ أنا ألون داخل البالون هل أنا ألون في الخارج؟ أنا ألون في الداخل ألون باتجاه واحد وإذا أخطأت وخرجت خارج البالون ما الساحتي موجودة؟ أستطيع أن أمحو الخطأ أغراضي دائما بجواري هكذا أنا ألون الجهة العليا من البالون كما ترون بالون مزخرف ومحدد بالأسود بواسطة ألوان الفلومستر هذا لون برتقالي كما ترون ألون باتجاه واحد أستطيع أن أحرك كراستي بالطريقة التي أريدها فأنا أريد أن ألون تلوينا جميلا دائما تلوينكم جميل بهذا الشكل هكذا لونت الجزء الأعلى من البالون باللون البرتقالي الآن سوف ألون الجزء الأسفل سوف أختار اللون الأحمر حتى أصل إلى نهاية البالون كما ترون بهذا الشكل أصل إلى الأعلى ألون داخل البالون أنا ألون داخل وليس خارج ألون الصفحة البيضاء وكراستي البيضاء داخل البالون كما ترون بهذا الشكل ألون جميع المساحة البيضاء بين المثلثات التي رسمتها الزخارف الهندسية التي رسمناها كما ترون حتى أصل إلى النهاية بعد ذلك ألون المثلثات هيا نلون المثلثات سوف ألونها باللون الأخضر هذا هو اللون الأخضر هذا هيعدوا معي المثلثات واحد اثنان ثلاثة أربعة هل انتهيت؟ لم أنتهي خمسة ستة سبعة كم مثلثا لونت؟ أحسنتم سبع مثلثات الآن لا أنسى السلة في الأسفل أيضا ألونها بهذا الشكل حتى أصل إلى النهاية ماذا بقي لدي؟ ماذا بقي من رسمة الجميلة؟ بقية الغيوم هيا نلونها بماذا؟ أحسنتم بالأزرق كم غيمة لدي؟ أحسنتم أربع هيا لوننا واحدة كم بقي إذن؟ بقي ثلاث أخيمات واحد انتهينا منها اثنان كما ترون إذا أخطأت مساحتي تمحو أخطائي كما ترون هذه الغيمة الثانية ثلاثة هذه الغيمة الثالثة كم غيمة بقيت؟ أحسنتم بقيت غيمة واحدة وهذه الأخيرة أربعة لونتها جميعها بأي لون؟ أحسنتم رائع لونتها بالأزرق غيوم الزرقاء الجميلة المحددة بالأسود كما ترون ما رأيكم أعزائي الطلاب والطالبات؟ بالون جميل لونوه كما لونته فرسمكم دائما رائع في الأخير لدي توصيات لولي الأمر توفير بيئة هادئة ومحفزة للطالب والطالبة والحرص على جلوس الطالب والطالبة بالطريقة صحيحة ومساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشجيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة وتذكيرهم بما تعلموه بشكل مستمر للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشا منذر الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته